منطقة لقف الأسد مديرية صالة شرق مدينة تعز من أكثر المناطق المزروعة بالألغام والعبوات فكل متر من هذه المنطقة زرع بلغم راح ضحيتها ستة أفراد حتى الآن وعشرات المواجن فعملت فرق نزع الألغام على تصفية الجهة الشرقية من المنطقة والجهة الغربية لا زالت ملوثة ولم يلتفت لها تم مسح الجزء الأكبر منها بما يقدر بـ 70% وـ 3% ما زال منطقة ملغومة وخاصة المنطقة المقابلة لنا ما زالت خطرة وملغومة وهذا المنطقة يمكن باقي فيها 20% من الألغام وتأثر في المنطقة أكثر من ستة إلى سبع أشخاص الكثير من النازحين بهذه المنطقة يفتقرون لشربة الماء ولقمة العيش ويعيشون بمنطقتهم قرب مناطق التماس ويتعرضون للقذائف والقنص الخدمات لا توجد أي خدمات في المنطقة رغم أن الموجودين في المنطقة كلهم نازحين من منطقة السلال والأرقيم والبيت يوجد فيها أكثر من أربع إلى خمس أسار لا يوجد معهم ماء ولا يوجد معهم سواء ماء حالي للشرب أو ممالح لاستخدام المنزلي وكان يوجد قليل من الماء من منظمة كير ووقفت منظمة كير هذا المشروع هذه الحائرات تعتبر أقصى نقطة في بودرية الصالة مما يلي صبر المواد لا تزال هذه الحائرات قريبة من خطوط النار وكما قلت أن فريق الألغام حتى الآن لن يكمل مهمته فيها وما زال الحياة فيها متعثرة لكن لضرر الوضع المعيشي للمواطنين يقدون أنفسهم مضطرين للبقاء في منازلهم لأنهم لا يستطيعون الخروق إلى العراء من نسبة لخدمات المياه حتى الآن تقريبا مدينة تعزقل لها محرومة إلا نادرا تقريبا 20% من مساحة المدينة يصل إليها المياه وكل 4 أشهر أو كل 3 أشهر فالنظافة لا تصل لأنه أيضا طروق السيارات فيها غير سالكة وهي لا تزال حتى أن هذه الحارة وأمثالها تعامل مثل القرى مثل البلديات في القرى حتى الآن لم تصل إليها خدمة النظافة لكن نحن نعيد أنه سنعمل قاهدين لأنه وصل لهؤلاء خدمات المياه إن كان هناك مصادر مياه الحقيقة متاحة لأنه كل مصادر مياه كما تعلمون هي في خطوط النيران الميليشيات مرت من هنا وهذه آثارها وهنا بقية عتادها فقد عاثت بهذه المنطقة تفجيرا وتدميرا ولا زالت تتمركز بالقرب من المنطقة وتوجه لها حمم الموت التي لا تجيد غيرها